افتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مدرسة وادي السيل الابتدائية الاعدادية للبنين رسميا لتبدأ بتقديم خدماتها للطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد وأكد نعيمي أن هذه المدرسة تأتي ضمن سلسلة المدارس الحكومية الجديدة المصممة بمواصفات عصرية والتي يجري العمل على إنشائها حاليا وسوف تتسلمها الوزارة تباعا خلال الفترة المقبلة مشيدا بما تحظى به المسيرة التعليمية من دعم ومساندة من لدن القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها وهنأ الوزير في كلمتي خلال حفل الافتتاح جميع التربويين العاملين في الميدان والطلبة وأولياء أمورهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد مشيرا إلى أن هذه المدرسة الجديدة بمنطقة وادي السيل تندرج ضمن خطة برنامج عمل الحكومة لإنشاء عشر مدارس جديدة بتصميم مبتكر في مختلف المحافظات ثم قام الوزير بجولة في أرجاء المدرسة حيث حضر عددا من الحصص الدراسية للطلبة وشهد توظيف التقنيات الرقمية في تقديم دروس عدد من المواد كالرياضيات والعلوم مؤكدا أن مدرسة وادي السيل تعد إحدى المدارس المنضمة لمشروع التمكين الرقمي في التعليم هذا العام ضمن 12 مدرسة ليرتفع بذلك عدد المدارس المطبقة للمشروع إلى 17 مدرسة إعدادية للبنين والبنات يذكر أن المدرسة الجديدة بمنطقة وادي السيل تتكون من مبنى واحد بأربعة طوابق يشتمل على 38 فصلا دراسيا مزودا بتقنيات التعليم الإلكتروني بطاقة استعابية تصل إلى 1300 طالب وبكلفة تبلغ 4 ملايين ومئة ألف دينار بحريني مع مراعاة تصميم المدرسة وإمكانياتها لمتطلبات الطلب ذوي الاحتياجات الخاصة كما توفر المدرسة خدماتها للعديد من المجمعات السكنية بمنطقة الرفاع ومدينة حمد حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين بالوزارة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والطلبة وأولياء أمورهم في البداية أتقدم باسمي وباسم جميع أخواني منتسبي وزارة التربية والتعليم والأبناء الطلبة وأولياء أمور الكرام بخالص التهاني والتبركات إلى قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد هذا العام الذي سوف يشهد بعون الله وتوفيقه العديد من المشاريع التطورية فوزارة التربية والتعليم انتهت الآن من مرحلة الكم من خلال توفير مقع الدراسي لكل طالب بما فيهم الأبناء من ذوي الإحتياجات الخاصة أصبحت اليوم دارسنا حوالي 30% تنفذ سياسة الدمج للطلبة من ذوي الإحتياجات الخاصة الآن سوف نبدأ إن شاء الله بتنفيذ العديد من البرامج المنبثقة عن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب هذه الخطوات تتطلب دعماً ومساندها أيضاً من أولياء الأمور الكرام فهم شركاء لنا في التطوير والتطوير سوف يشمل كافة المراحل الابتدائية والإعدادية أيضاً والثنوية من خلال مشاريع تحسين أداء المدارس بهدف الارتقاء بالمدارس وأيضاً تقديم العديد من الطرائق التدريس الحديثة التي نأمل إن شاء الله أن تسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم في مملكة البحرين وزارة التربية والتعليم أيضاً في هذا الإطار سوف تهتم بتطوير المناهج الدراسية خصوصاً مع التوسع في التمكين الرغمي الذي أصبح اليوم يشهد تطوراً كبيراً خصوصاً وأن الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً بالتعليم الإلكتروني كما أن هناك أمر مهم جداً وهو تعزيز قيم التسامح وقيم أيضاً المواطنة هي الشرط الأساسي أيضاً نسعى أن تكون كتبنا الدراسية تجسد هذه المفاهيم الإنسانية التي أيضاً توضح القيم العربية الإسلامية وأكرر التهاني لأبناء الطلبة والله ولي التوفير أهن القيادة الرشيدة بنواسبة عيد الأضحى المبارك أهن سيدي صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة والأهد سلمان بن حمد آل خليفة وطبعاً نهن وزارة التربية والتعليم بافتتاح مدرسة وادي السيل وطبعاً هذا الشيء إن شاء الله يكون مستمر الوزارة التربية وإن شاء الله لاحظناها بالنسبة للوزارة التعليم شيء طيب ومبارك والله جزيهم وكل الخير إن شاء الله في الصراحة المدرسة حلوة وكل شيء فيها منظم يام البواب كل شيء منظم ما في زحمة وايد ولا شيء والمدرسة فيها الفتات والصفوف حلوة ألوانها أشكر الملك حمد ووزير التربية والتعليم تجهيزات المدرسة وايد حلوة وأقدم شكراً حق جلالة الملك والمدرسة مجهزة بكل التكنولوجيا اللي تقدر ساعدنا في التميز والدراسة الزينا طبعاً هاي الشيء يقدر يحفز الطالب ترجمة نانسي قنقر